موجز الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالا هاتفيا برئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز للإطمئنان على أحوال المقاتلين الأبطال والاطلاع على سير المعارك والنجاحات الكبيرة التي تحققت في هزيمة الميليشيات الإنقلابية تكبيدها خسائر فادحة وحي نائب الرئيس الملاحمة الخالدة للأبطال من رجال الجيش والمقاومة وأبناء القبائل الذين يرابطون صفا واحدا في مواجهة ميليشيات الكهنوت الحوثية الإرهابية مؤكدا بأن النصر حليف اليمنيين في معركتهم المصيرية وأن التضحيات الجسيمة التي يقدمها الأبطال في الميادين ستحقق النصر القريب بإذن الله وسترسل مستقبل اليمن الجمهوري الاتحادي الخالي من رواسب الإمامة الكهنوتية ومخلفاتها أعلن تحالف الدعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه الأراضي السعودية وأوضح الناطق باسم التحالف العميد الركن التركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين جنوب المملكة كما تمكنت قوات التحالف المشتركة مساء الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية كسرت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومات الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية خلال الساعات الماضية عدة هجمات متتالية شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الكسارة غرب مأرب وكبدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة وقال مصدر عسكري أن ميليشيات الحوثي شنت هجمات متتالية في محاولة منها للسيطرة على مواقع عسكرية في جبهة الكسارة إلا أن الأبطال تصدوا لها وأفشلوا جميع الهجمات وأكد المصدر أن المعارك التي خاضها الأبطال أسفرت عن مصرع أكثر من ستين عنصرا حوثيا وجرح آخرين إضافة إلى خسائر بشرية في المعدات وأشار إلى أن طيران تحالف استهدف تعززات كانت في طريقها إلى الميليشيات في ذات الجبهة وتم تدميرها نفذت وحدات من الجيش الوطني كمينا محكما لميليشيات الحوثي الإنقلابية شرق منطقة بير المزاريق بمحافظة الجوف وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد وقال مصدر العسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن وحدات من الجيش الوطني استدرجت مجامع حوثية إلى كمين باتجاه المواقع العسكرية في مليففة وقرن الصيعري شرق بير المزاريق قبل أن تطبق عليها الحصار وتشتبك معها وأكد أن المعركة أسفرت عن سقوط العديد من عناصر ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح وأسير في ملاذة من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية منطقة الجبلية في مديرية التحيط جنوب محافظة الحديدة مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وأطلقت النار من الأسلحة الثقيلة على مزارع المواطنين في المنطقة وفي السياق ذاته فتحت عناصر ميليشيات الحوثي نيران أسلحتها الرشاشة صوب منازل المواطنين في قرى سكنية متفرقة من الجبلية وأثارت حالة من الخوف في أوساط المدنيين الآمنين في منازلهم وتزامنت عمليات الاستهداف مع قيام قناصة الميليشيات باستهداف المرة من المواطنين في الطرقات العامة التي تربط القرى السكنية ببعضها في ذات المنطقة انتهى الموجز في أمان الله